تعيين مسؤول بيرز جديد في وزارة الداخلية علمت موزيك أنه تقرر تعيين عدل بن محمد مدير عامل المصالح المختصة بوزارة الداخلية يذكر أن خطة مدير عامل المصالح المختصة بوزارة الداخلية ظلت شاغرة منذ شهر ديسمبر الماضي إثر انهاء مهام المدير العام السابق على خلفية حديثة هروب مسجين إرهابيين من السجن المدني بالمرنقية قضت دائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية شهر في حق رئيس الاتحاد الشعب الجمهوري لطفي المراحي مع المنع من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على النخب وقضت دائرة المتعهدة بنفس الحكم السجني والخطية المالية بألف دينار في حق مسؤولة بحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وصحب نياب التأمين ومتهمين اثنين آخرين مع عدم سماع الدعوة في حق متهم سيدس أحيل بحالة سراح على ذمة القضية تقرر تعيين جلسة لدائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستقناف اليوم غرة أوت المقبل للنظر في استقناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار ختم البحث الصادر عن قضي التحقيق بخصوص ملف القضية المتعلقة بما يعرف بالجهيز السري لحركة النهضة حسب ما أكدوا لحبيب الترخاني النطق رسمي باسم محكمة الاستقناف بتونس في تصريح إذاعي اليوم وأضاف الترخاني في تصريحه بأنه قرار ختم البحث الصادر عن قضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استقنافه بتاريخ 16 جوليا الحالي وتولت محكمة الاستقناف بتونس تعيين موعد جلسة للنظر فيه من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب ليوم غرة قوت القادم وأنه قائمة المتهمين تضم أكثر من 30 متهم من بينهم راشد الخريجي الغنوشي اللي هو موقوف كذلك علي العريض موقوف بغيرها من القضايا وعطف العمراني وكمال البدوي وفتح البلدي موقوفين زادة بغيرها وأكثر من 10 متهمين بحالة سراح وعدد آخر بحالة فرار من بينهم مصطفى خذرة حجز كمية من الذهب والفضة المهربة براسج دير قيمتها تفوق مليار مليار و300 مليون تحديدا تمكنت مصالح الدوانة بالمكتب الحدودي براسج دير إثر تفتيش سيارة خفيفة عند استعدادها لدخول البلاد التونسية من ضبط كمية من المصوخ من مادتي الذهب والفضة مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيئ بالسيارة هذه تزن إجمالا ما يناهز 34 كيلو جرام ثم 6 كيلو و400 جرام من الذهب وثم 27 كيلو و500 جرام من مادة الفضة حسب ما ذكرت الإدارة العامة لدوانة تونسية في بلاغ لها اليوم وبعرض المحجوز على الخبير المختص أفيد بأنه كمية الذهب 26,413 جرام وتقدر قيمتها بمليار و170 مليون من عيار نوف ديزويت وإنه كمية الفضة المحجوزة تزن إجمالا 27,570 جرام بقيمة 110 مليون 110 ليف دينار وتم تحرير محذر حجز في الغرض وأذنة نيابة العمومية يأثر استشارتها بإحالة المرتبع به إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث يذكر أنه يوم أمس أيضا كان تم الإعلان على حجز كمية من مخدر الكوكايين في معبر راس جدير يتم حجزه في هذا المعبر حيث تم مؤخرا الأخبار هذا كان نهار لربع أليف يعني تمكنت الوحدات الديوانية العاملة بالمعبر الحدودي براس جدير من أحباط محاولة إدخال أربع كيلو جرامات من مخدر الكوكايين إلى الأراضي التونسية كنت بحوزة إمرأة ليبية رفقة ابنتها وتم حجز هذه الكمية على إثر عملية تفتيش دقيقة من طرف وحدة التفتيش الديوانية للسيارة اللي كانت بصدد الدخول إلى الأراضي التونسية وبمراجعة النيابة العمومية أمرت بإيقاف فيهما وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة معاهم قبل إحالتهم على الوحدة القضائية للنظر في شأنهم حسب جوهر أفهم بخصوص أيضا ديوانا تمكنت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بكل من زغوين وغرومبيليا من حجز كميات من الأحذية الرياضية والبضائع الاستهلاكية المهربة إضافة إلى مبلغ من العملة التونسية بقيمة جملية قدرت بـ 482 ألف دينار فيما حجزت فرقة الحرس الديواني بسفيقس مبلغ من الدينارات التونسية قدرة بـ 40 ألف دينار حسب بليغ صادر عن الإدارة العامة لديوانا وقامت دورية تابعة الفرقة الحرس الديواني بزغوين إثر عمل استعلامي ونصب كمين من ضبط شاحنة على متنها 3 أشخاص محملة بكمية هامة من الأحذية الرياضية ونظرات الشمسية المهربة ومجهولة المصدر حيث تم تحرير محضر في الغرض وقدرة القيمة الجملية للمحجوز بـ 419 ألف دينار كذلك في جرومبيليا تم حجز مبلغ ميلي من العملة تونسية قدرة بـ 63 ألف دينار ساحبه ما يملكش في شأنه أي وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكو أيضا بيسفيقص الحرس الديواني اذبط مبلغ من العملة الصعبة السمحوني من العملة التونسية قدرت بـ 40 ألف دينار على متن سيارة كيف كيف ساحبها ما يحملش وثيقة تثبت شرعية مسكها مايكروسوفت تعلن اتخاذ إجراءات بعد تعطل عالمي للإنترنت أربك عدة مؤسسات أدى تعطل في خدمات الإنترنت عبر العالم اليوم إلى إربك عمليات العديد من المؤسسات بما في ذلك المطارات وشركة النقل البنوك البورصات وحتى قنوات تلفزيونية وقالت شركة مايكروسوفت أنها تعمل على اتخاذ إجراءات ردا على ذلك ووضحت في منشور على منصة X قالت لا تزال خدمتنا تشهد تحسينات مستمرة بينما نواصل اتخاذ إجراءات إصلاح وفي إشعار بعنوان تدهور الخدمة قالت مايكروسوفت أن المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إلى مختلف تطبيقات وخدمة مايكروسوفت 365 وأعلنت مطارات وشركة طيران ونقل عبر العالم تأثرها بتعطل فني ويسع النطاق ترجمة نانسي قنقر